رادي ستادي جو عم حس حالي هيك موزيع رد دوين كسرت قليلت اي يعني بالضيخ واحد اثنين ثلاثة مرحبا اليوم رح نحكي عن مشكلة الساليوليت يالكتار من النساء بعانو مننا ابني عم بيسير ماي عم ميشي معي بالحديث يالكتار من النساء بعانو مننا مش بس البدينات او المليانين من نساء حتى الاضعاف فرح خبركن عن روتين كتير مهم الكلام يحكي عنه هو بساعد هو مش بعالج على انه نقدر نتخلص من الساليوليت الى جانب كتير عادات اخرى لنقدر نتخلص منهم باسرع وقت ممكن فخليكم معي الاخر لتكتشفوا شو هو هالروتين بس قبل ما تنسوا تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتكبسوا على الجرس اول شي رح نحكي عن اسباب الساليوليت الساليوليت سببه تراكم الدهون تحت الجلد هي بتبقى بطبقة طبقة تحت الجلد غري بصير فيه تراكم للدهون وسببه اكيد لما منكتر من الاكل يلي غني بالدهون ويلي فيه كتير فات حتى لو كنا نحنا منعتمد نمط غذائي صحي ببعض الايام اكيد من وقت ثلاثين ممكن نزعبر بفات بس انه يكون نمطنا صحي هو عدم الحركة بنقعد كل نهار على اللابتوب قدام شغلنا بنخلص من اللابتوب بنقعد على التليفون بنخلص من التليفون بنقعد على الفيدي مثل هيك انا بنصحكم انه على القليل تظهروا من البيت تمشوا كل يوم من ثلاثين دقيقة لساعة هيدا شي كتير بيفيد او تعملوا حيال لحركة رياضية بقلب البيت لانه قلة الحركة حتى لو كنتوا ضعاف اكيد اكيد رح تسبب الكون ساليوليت من ابرز الاسباب كمان يلي بتخلي انه الساليوليت يبين بالجسم حتى لو كنا كمان ما منخفق بالاكل او مننتبه كتير منيحة انه معناه كل كتير فات هو اسباب التغير الهرموني بالجسم خصوصة عند النساء الحوامل وحتى عند النساء يلي بلشوا بانقطاع الطمس يعني بلشت الراجل توقف عندهم او منقول المينوبوز كمان ببلشوا يعانوا من الساليوليت ممكن يكونوا عايشوا كل حياتهم سبورتيف بيعمل رياضة بيأكلوا اكل صحي بس يصلوا على هيدا العمر وتبلش هيدا المشكلة ببلشوا يشوفوا انه بلش الساليوليت يظهر هلا في عندنا كمان سبب بيجي هيدا سئيل كتير لما بكون او يعني لما بكونوا الشابات عندهم نسبة الايد بجسمهم او يعني حرق الدهون بجسمهم كتير واطية يعني جمالا منروح لما منروح الديتشنز بيقولوا لنا انه مثلا على وزنكم وطولكم انتو بتحرقوا لنقول 1400 1600 كالوري في عالم جسمهم بيحرق 1000 او 800 يلي هو شي كتير منه صحي وشي كتير بطير بعود السبب لقلة النظام الغذائي يعني ما فيه تنظيم بالاكل هيدا اول شيء تاني شيء ليلي بكونوا اعتمدوا كتير انظيمة غذائية بحياتهم ونخبصوا بالانظيمة وكل مرة بيغيروا وبيعملوا مثل يو 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 وبجسمهم بطيروا ينصحوا ويضعفوا ويعملوا رجيم من هون ورجيم من هون هيدا الشيء كتير بيؤدي على انه النظام الغذائي لنسبة الايد بالجسم انه تقل وبالتالي بيبطلوا تنحرق الدهون بطريقة سريعة وطبيعية كرمالا يحصلوا على طاقة بالجسمهم وبالتالي بيؤدي هاشيء لتراكم الدهون ولا ظهور السليوليد وكمان لسوق الحظ في نساء عندهم طبيعة البشرة تبقى جافة كتير ورقيقة فشوية دهون تتراكم يعني كتير شوية دهون تتراكم بتسبب انه تظهر على شكل سليوليد بالجسم مع انه هنو بيكونوا نحيفات وبيكونوا يمكن بيتبعوا نظام غذائي صحي هيدا مشكلة وبتخيل انه الرياضة هو شيء كتير اساسي واهم شيء يكون فيه تلطيب دايم للبشرة هلأ لانتقل للروتين كتير بنيتساقي اعتمادته وعنجد لقوا نتيج كتير منيحة بس على شرط انه مش يكون الاتكالة عليه هو بساعد على انه نتخلص من السليوليد بالجسم بطريقة اسرع بس لحاله ما بيعمل شيء هيدا الروتين اسمه روتين التدليك يعني انتو لما بتروحوا بتلاقوا داوة بشيل السليوليد تتبلشوا تحطوا من الداوة على المناطق يلي فيها السليوليد وبتلاقوا انه ما راحوا ما تستغربوا ليه لانه انتو ما اعتمدوا كل الخطوات اللازمة والداوة لحاله ما بكسب فبالاضافة للضايت بالاضافة لسبار بالاضافة لشرب الماي تجيبوا ليفة تكون اسيا مضبوط وتدلكوا يعني تكونوا حاطين شوية كرام على جسمكن وتبلشوا تدلكوا الجسم من اسفل القدم لاعلى الاكتاف وبيرجع من بعد ما تخلصوا الاكتاف بتفوتوا لمنطقة الصدر اذا كنتو بتعانو من كتير دهون اذا لا فيكن تكتفوا بالمناطق يلي بتعانو مننا بالسليوليد مثل هون منطقة الكتاف ومنطقة الارداف ومناطق تانية من الجسم فبالشوا تدلكوا بطريقة هيك دائرية وبتدلكم تقريبا من دقيقتين لثلاث دقايق على نفس المحل خصوصي على المحلات يلي بتعانوا مننا من السليوليد ومن بعد ما يتم تدليك الجسم كتير منيح بالليفة بدنا نستعمل حامضة يعني منجيب حامضة نقصوها بالنص مناخد النص طبعا وبنطلع بنفس الطريقة يعني بنفس الطريقة يلي دلكنا فيها بالليفة الناشفة مندلك الحامض حامض عنده فوايد يعني لا تحصى ولا تعاد بهيدا الموضوع لانه هو اول شي بشيل السموم من الجسم وبساعد على هيدا الدهون كرميلا يفتتها اكتر لانه هيدا السليوليت هي بتبقى على طبقة كتير عالية من الجسم مش نهيك تبقى ظاهرة الحامض بقدار يتغلغل عليها ويساهم اكتر بتكسرها من بعد ما انتو تكونوا دلكتوها وهيدا الشي بساعد على انه تتخلصوا منها هلا اذا بنا ننتقل لروتين تانى يلي هو كمان كتير مهم هو روتين القهوة اكيد بتعرفوا انتو انه بالحمامات العربية وبكتير محلات لما منروح عصبة بيستعملوا كتير الكافيين او القهوة لانه غنى بالكافيين ولانه الكافيين عنده قدرة عن جد وفوايد كتير منيحة خصوصة كرميلا نقدر نتخلص من السليوليت لكان قلنا انه الكافيين كمان غنى بمضادات الاكسادة وهيدي المادة هي كتير اساسية لانه بتساعد البشرة انه تشد بتمنع ترهولها وبالتالي يعني بترتبها وبتخليها مشتودة بنفس الوقت وهيكي بتساعد على انه ما يبينه التفاصيل او شوائب البشرة وخصوص السليوليت يلي فيها هيدا الخلطة هي عبارة عن كوب من البن ثلاثة ارباع الكوب من السكر الاسمر واذا ما عندكم سكر اسمر اكيد فيكم تستعملوا سكر الابيض بالطبيعي بس ما يكون كتير كتير ناعم وعننا كوب كمان من زيت جوز الهند يلي هو راقع لترتيب البشرة لشد البشرة لمنعه من التراهل وكمان بيحمى على البشرة نحنا وعم ندلكها وبساعد اكتر الحماية بتابعه انه نقدر نفتت السليوليت يلي نحنا ديجا اشتغلنا عليها بالسبار وبتخفيف من التناول اللي فاته بكلهول لتتكسر بطريقة اسرع ولما منشرب الماي هيك منكون عم نقلة فلة من جسمنا وبتفال مثل ما شايفين انه منعمل بهاي الطريقة المدورة يلي عم تشوفو فيها ومنشد شوي اول شي نتخلص من الخلية الميتة ثاني شي بنكون عم جد عم نساعد السليوليت يلي صار منقول هاش او صار كتير رقيق لانه يتكسر وبس نشرب ماي الماي بيخلي هيدا السليوليت او هالدهون المتراكمة تنزل ضغلة وتطلع من الجسم ان شاء الله يكون عجبكم هيدا الفيديو ان شاء الله عنجاتكم عم بقدر فيدكم بكل النصايح يلي عم بعطيكم اياها واقدر صيب كل المتطلبات يلي انتو بدكن اياها فاذا اعجبكم الفيديو اكيد ما تنسوا تعملوا لايك وشير وما تنسوا اهم شي تعملوا سبسكرايب للشانل تابعي تابعوني على صبحت الخاصة على انستغرام وشو كمان وانا على الاكيد تشوفكم فيديوهات جديدة بس قبل بدقلكم شغلة انه بليز ما تجربوا تعملوا هالخلطة هيدا الخلطة اللي قلتلكم اياها او تجيبوا حيالا كرام للسليوليت اذا ما كنتوا عم تعملوا سبور اذا ما كنتوا عم تشربوا ماي واذا ما كنتوا ماشيين على نظام غذائي قليل للدهون اوكي هولا بقلكم باي